مباراة وفاق سطيف وجمعية الشلف تبعا للعقوبة المشتركة التي سلطتها الرابطة على وفاق سطيف وملودية العاصمة الشوط الأول بدأه الوفاق بقوة وضيع الكثير من الفرص أولاها عن طريق دهار ثم ضيع محمد بن يطو مالا يضيع دقيقة 23 وهي فرصة هدف محقق وحاول الثالثة كان وراءها هذه المرة من لولي فريد وأبعدها الحرص الشلفوي صلح دقيقة 37 حكم اللقاء السيد فاروق حواسنية يصدر قرارا بطرد الناتق الرسمي لأولمبي الشلف عبد الكريم مدوارة من دكة الاحتياطة صارمت سيد حواسنية كانت قانونية نظرا لعدم تدوين اسم السيد مدوار في ورقة المقابلة قبل انطلاق المباراة حسب قانون باورد المعمول به دوليا وهنا محافظ اللقاء السيد سكفالي محمد يطبق القانون بإخراج مدوار خارج الملأب جمعية الشلفة حاولت في آخر هذا الشوطة بواسطة سوكمبي لكن دون نتيجة ليفترق الفريقان في الشوطة الأول على التعادل السلب الشوطة الثاني ودخول قوي بإرادة أكبر للزوار تجسدت في هذه المحاولة رد عليها الوفاق بكرة ثابتة لدغولو خلال هذا الشوطة الثاني الوفاق فقد الفعالية الهجومية عند منطقة المنفس شيء ترك روح المبادرة للجمعية التي حاولت عن طريق بوسعيد في دقيقة 71 الفرصة ذهبية وخديرية كان له قفاز من ذهب بعدها مباشرة في دقيقة 72 جمعية الشلفة فك الشفرة المعقدة بتوقيع هدف اللقاء بواسطة نعماني الذي وقع برأسية محكمة هزت شباك الحارس سوفيان خديرية فيما بعد حاول الزوار مضاعفة النتيجة عن طريق سعة تجارة مرة جانبية رد عليها وفاق ستيف عن طريق دغولو ومرت جانبية هي الأخرى محاولات الوفاق الأخيرة لم تجد طريقها إلى الشباك وكأن الفعالية الهجومية غابت عن النصر الأسود لتخطط من المباراة بهدف ثمين لجمعية الشلفة وخسارة غير متوقعة للوفاق في الأخير مدرب الجمعية محمد بن شوية تحدث عن المباراة بينما رفض مدرب الوفاق خير دير مضوي الإدلاء بأي صريح